تمر بغداد للتعاون والشراكة عنوان براق يتصور قارئه أن العراق بحال يجعله مؤهلا لعقد مصالحات بين الدول وحل الخلافات الإقليمية لكن الواقع عكس ذلك إذ سقط الرهان على القمة التي روجت لها الحكومة بأنها ستساعد على حل حالة أزمات البلاد التي لم تذكر في المؤتمر حلم الكاظمي بالولاية الثانية أحد أسباب حماس الرجل للقمة لا سيما أن المتحدثين تجنبوا الإشارة إلى الأزمة الأمنية التي يعيشها العراق وخطر الميليشيات على علاقاته الخارجية ونفوذ إيران المتزاعد لم يكن المؤتمر كما سعى الكاظمي لتسويقه كحدث لخدمة العراق بل لقاء بأجندة خارجية يبدو هدفها الرئيس إذابة الجليد بين إيران ومحيطها العربي برعاية من فرنسا التي تقدم نفسها كعراب لإخراج إيران من أزماتها في العراق واللبنان والتخفيف من حالة العداء الإقليمي لها وما يفسر حضور الرئيس إيمانويل ماكرون كطرف وحيد من خارج المنطقة إيران قدمت حديثا دبلوماسيا منمقا لم يجد له على الواقع صدا فالوزير حسين أمير عبداللهيان زار موقع اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني فور وصوله إلى بغداد كما خرق بروتوكولات الدبلوماسية بتقدمه للصف الأول خلال الصورة الجماعية عقد المؤتمر الذي يدعو لتخفيف التوترات في أكثر المدن افتقادا للأمان والقانون إثصار العراق مليئا بالأزمات والمشاكل ومعرضا للانفجار في أي لحظة وهو أمر فشلت الحكومة بنفيه ومحاولة تجاوزه بالحديث عن وساطة العراق بين الدول غياب الولايات المتحدة عن القمة له دلالات كثيرة منها أن المؤتمر يحقق أهداف طهران التي تسعى لإبقاء العراق بوضع حرج تمر من خلاله مخططاتها التوسعية وتمرر رسائلها الدبلوماسية بيد حكامه الجدد ترجمة نانسي قنقر